السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكرت اعتقال اخرى بحق رئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين لما سمعنا زمان عن اعتقال الولايات المتحدة للجنرال نوريجا رئيس بانما كنا نظن وقتها انها نهاية العالم وحتى اليوم كنا متخيلين ان المحاكمات والملاحقات ادوات لمعاقبة الدول الصغيرة ورؤساء الدول الصغيرة انما رؤساء القواتين العظميين يبقوا مطلوبين للعدالة في اسبوع واحد دي بقى نهاية العالم البشر منذ بدء الخليقة وهم بيتخيلوا نهاية العالم وبيضعوا سيناريوهات عقائدية او فكرية او سينمائية او علمية لنهاية الكوكب او بمعنى ادق نهاية الحياة البشرية على الارض لكن يبدو ان السيناريو الاقرب للنهاية هيبقى سيناريو له علاقة بالبيئة الهشة للكوكب اللي احنا عايشين فيه احدث ناقوص للخطر دق في استراليا على هيئة مفزعة واذا كان هلاك الحياة البرية ينذر بالخطر يبقى بالضرورة انقاذ هذه الحياة يمثل بادرة امل وها هي مصر تقدم درسا جديدا في الانسانية وقانونها ومحاكمها يحمون الكائن الاكثر حماية والاكثر قدسية في التاريخ المصري فاصل ونعود الى تفصيل هذا الكلام في هذه الحلقة دونالد ترامب رئيس السابق للولايات المتحدة استغاث بانصاره في منشور كتبهه على وسائل التواصل الاجتماعي وقال انه هيتم اعتقاله يوم الثلاثة وعد يوم الثلاثة وما حصلش اي حاجة الثلاثة اللي فات بس ده مش معناه انه ترامب بيقول اي كلام لا ترامب بيسبق قرار الاتهام اللي ممكن يصدر ضده من المدعي العام في منهاتن الفينبراك وذلك بسبب مزاعم بتقول انه دفع مبلغ 130 الف دولار لنجمة افلام اباحية خلال حملته الانتخابية في 2016 علشان تسكت وما تتكلمش عن العلاقة المزعومة اللي كانت بينها وبين ترامب ودي في الولايات المتحدة دفع هذا المبلغ لحد عشان يسكت تعتبر تهمة جنائية يعني لو حصل وتم توجيه الاتهام ده لدونالد ترامب هيبقى هو اول رئيس امريكي سابق يخضع للمحاكمة بتهم جنائية الاستغاثة او بمعنى ادق الدعوة اللي وجهها دونالد ترامب لانصاره علشان يحتشدوا يمنعوا اعتقالوا هي نفسها فيها شبه من الدعوة اللي نتجت عنها احداث الكابيتول الشهيرة وللسه بيتحقق فيها لحد النهاردة وطبعا كان فيه رد فعل قوي من الحزب الجمهوري على موقف المدعي العام في منهاتن لدرجة انه رئيس مجلس النواب الامريكي كيفين مكارثي وهو من الحزب الجمهوري امر بفتح تحقيق برلماني مع المسؤولين عن التحقيق الجنائي مع دونالد ترامب واتهم المدعي العام في منهاتن بالاستغلال الشانية للسلطة على حسب قوله وطبعا ده وصف اقل بكثير من اللي استخدمه ترامب اللي اتهم مكتب المدعي العام لمنطقة منهاتن بالفساد الكبير وقال انه حملة براج كما وصفها تم تمويلها بشكل كبير من قبل الملياردير الديموقراطي جورج سورس ولكن واضح انه المدعي العام لمنطقة منهاتن في نيويورك متمسك بموقفه ومصر على انه يوجه الاتهام لترامب لانه وكالة رويترز للانباء نقلت عن مصادر موثوقة وقالت انه ألفن براج قدم بالفعل أدلة لهيئة كبار المحلفين في نيويورك بتؤكد انه ترامب دفع فلوس لنجمة الافلام الاباحية ستورمي دانيلز مقابل سكوتها عن علاقة مزعومة بينها وبينه طيب الموقف دلوقتي سياسيا هيبقى ايه؟ وخاصة انه استطلاعات الرأي بتظهر تقدم ترامب على منافسيه في الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة القدم والانتخابات السنة الجاية في نوفمبر 20-24 علشان نفهم الموضوع بشكل مبسط خلونا نقول انه اي قضية جنائية في نيويورك بتستغرق حوالي سنة علشان تتحول من مجرد اتهامات الى محاكمة ضيف على كده كمان الوضع الاستثنائي لشخص المتهم كونه كان رئيس اسبق للولايات المتحدة والاجواء اللي هتبقى ملازمة لخط سير القضية وبالتالي ممكن المسألة تاخد وقت اكتر من كده اكتر من سنة يعني اذا وجهت اتهامات رسمية لترامب المحاكمة هتبقى اما وقت الانتخابات او بعدها مباشرة وهنا ممكن تحصل مفاجأة ويفوز ترامب في الانتخابات ويتحاكم وهو رئيس في تهمة جنائية وتبقى سابقة في تاريخ الولايات المتحدة ويمكن في العالم كله وخاصة كمان وقتها ترامب لن تكون لديه سلطة العفو الرئاسي عن نفسه وفقا للقوانين المعمول بها في الولايات المتحدة المشكلة انه مش دي القضية الوحيدة اللي بتواجه ترامب فيه تلات قضايا تانين فيه تحقيق لسه شغال حول تدخله في الانتخابات في ولاية جورجيا وفيه تحقيق فيدرالي يتعلق بالقضية الشهيرة ودوره في اقتحام انصاره لمقار الكونغرس يوم 6 يناير 2021 في محاولة لالغاء هزمته في انتخابات الرئاسة وقتها وفيه تحقيق ثالث يتعلق باحتفاظ ترامب بوثائق رئاسية سرية بعد تركه للبيت الابيض ونقلها الى مقر اقامته في ولاية فلوريدا ده غير انه فيه تحقيق كمان مع شركة ترامب ميديا اللي بتمتلك منصة تروث سوشيل بتهمة غسيل الاموال وقبول 8 ملايين دولار تم تحويلهم عبر منطقة الكاريبي الى كيانين غامضين يبدو انهم يخضعان جزئيا لسيطرة روسية وبالتالي احنا امام سيناريو غير مستبعد نهائيا وهو ان الناخب الامريكي ربما يجد مرشحه في قفص الاتهام قبل الانتخابات ودي مخاطرة لا تحمد عقبها وممكن جدا ينتج عنها اعمال عنف على نطاق واسع خاصة مع الوضع في الاعتبار امتلاك الملايين من الشعب الامريكي لمختلف انواع الاسلحة النارية ويكفي انه ترامب بمجرد ما تم تسريب خبر ليه بانه هيتم اعتقاله كان اول حاجة يعملها هو انه يدعو انصاره للاحتشاد والتظاهر لمنع تنفيذ القرار القضائي وبالتالي لازم هتبقى في حسابات سياسية كثيرة جدا قبل اتخاذ هذا القرار لانه في عشرات الملايين من من ينتمون للحزب الجمهوري عندهم ولا مطلق مزال للرئيس ترامب ولسه عندهم قناعة بانه فاز في انتخابات 2020 ولكنها سرقت منه ضيف على ده كمان انه الحزب الديمقراطي كان سبب رئيسي في انه يشكل قناعة لدى بعض الناخبين بان كل ما يحدث لترامب مجرد تصفية حسابات سياسية ليه؟ لان الحزب الديمقراطي فشل مرتين قبل كده في محاكمة ترامب برلمانيا وعزله وقت ما كان رئيس وده كانت لي نتائج عكسية لانه وقتها كانت الاتهامات والحجج ضعيفة وما كانش فيه اي فرصة ابدا لعزل ترامب من منصبه علشان كده المواقف دي بدل ما كانت تلحق اذى سياسي بترامب كانت بترفع نسب شعبيته الى افضل مستوياتها بل انه حتى في القضايا الجنائية بيقدر انه يستفيد منها شعبويا بدليل انه فيه استطلاع للرأي عملته قناة ان بي سي نيوز اظهر انه شعبية الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب ارتفعت بعد تفتيش منزله في احد منتجات فلوريدا من قبل عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي الاف بي اي والموقف ده كان سبب في زيارة نسبة تأييده من قبل الجمهوريين ونفس الاستطلاع اظهر انه 58% من الناخبين الجمهوريين شايفين ان افضل سنوات امريكا قد ماضت اصبحت خلفهم و61% قالوا انهم على استعداد للقيام باحتجاجات لانهم مستاؤونة جدا وبعدين ترامب اصلا سياسي عنده قدرة على التعامل مع الناخب الامريكي وتحريك مشاعر المحافظين التقليديين وتحفيز غير المسياسين على التصويت لصالحه ودائما ما يرد ترامب مقولة انه بيقاتل بيروقراطية ونخبة تقيم في واشنطن وهم بيكرهوا بهذا السبب ومن هنا لازم نعرف انه اجراءات مواجهة ترامب قانونيا مغامرة سياسية وفي الوقت ده تحديدا ممكن تكون نتائيها كارثية على الحياة السياسية الامريكية الان ومستقبلا لننتظر ونرى كلنا تابعنا الخبر اللي بيتكلم عن مذاكرة التوقيف اللي اصدرتها الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعه ايضا المفاوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لافوفا الخبر ده رغم انه بياخد صبغة قانونية الى انه بطبيعة الحال يعتبر تطور مهم بالنسبة للحرب الروسية الاوكرانية المحكمة الجنائية الدولية اللي مقرها في لاهاي في هولندا دعت الى القبض على بوتين للاشتباه في مسئوليته عن ترحيل اطفال اوكرانيا بشكل قصري الى روسيا منذ بداية الحرب ووفقا لهذا القرار يتعين على الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تنفيذ مذكرتات توقيف بحق بوتين والمفاوضة الروسية لحقوق الطفل لبنين لكن هل المحكمة هتقدر فعلا انها تحاكم بوتين جنائيا الموضوع ده محتاج ان احنا نفهمه من اكتر من زاوية اولا من الزاوية القانونية روسيا زيها زي الولايات المتحدة زي الصين اكبر ثلاث دول في العالم ليسوا اعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي غير ملزمين بقرارتها وعلى فكرة ولا حتى اوكرانيا عضو في هذه المحكمة ولكنها اقفقت على تدخل المحكمة في هذا الموضوع تحديدا لان ده في صالحها بكل تأكيد اما من الناحية الاجرائية المحكمة ما عندهاش شرطة خاصة بيها لتنفيذ اوامرها وتعتمد بشكل كامل على تعاون الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية اللي هم 123 دولة ولكن هل الدول بتنفذ قرارات المحكمة؟ بيحصل ولكنه امر نادر ونادر جدا كمان وممكن يبقى مستحيل لو كان الامر يخص رئيس دولة مهم زي بوتين او حتى غير بوتين لانه ده موضوع يصعب على اي دولة انها تعمله ويبقى عندك رئيس في الزيارة الرسمية وليها ترتبات واجندة وتعاون وقضايا مشتركة واستثمارات وقلافه وبعدين لما يوصل عندك تقبض عليه وتسلمه للمحكمة الجنائية الدولية موضوع صعب جدا وفيه امثلة كثيرة على ده عندك مثلا الرئيس السوداني السابق عمر البشير كان صدر ضده مذكرة توقيف ومع ذلك زار عدد من الدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بما فيها الاردن وجنوب افريقيا ومحدش تعرض لي باي شكل من الاشكال وبالمناسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيحضر قيمة البريكس اللي هتقام في جنوب افريقيا خلال اغسطس القادم يعني رسميا هيكون مطلوب من جنوب افريقيا باعتبرها عضو في المحكمة الجنائية الدولية واحد الموقعين على معاهدة روما انها تلتزم بتنفيذ اوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية ولكن زي ما قلنا جنوب افريقيا رفضت في 2015 او مستشعر اعتقال او تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير خلال زيارته ليها وبررت موقفها وقتها وقالت ان اعتقال البشير هيبقى باطل بموجب قانون معمول به في جنوب افريقيا يمنح الحصانة من المحكمة لزعماء الدول وهو ما يتفق مع القانون الدولي يعني من الاخر طول ما فيه رئيس داخل السلطة مستحيل عمليا يتم تقديمه للمحكمة سواء في بلده او بر بلده عمليا لكن ممكن انه يمثل امام القضاء في حال خروجه من السلطة زي سلوبودان ماليشوفيتش الرئيس اليغوزلاف السابق وشارلز تيلر رئيس ليبيريا السابق رادوفان كراديتش رئيس جمهورية الصرب البوسنة سابقا ورادكو ملاديتش قائد سابق في جيش جمهورية الصرب البوسنة كل الناس دي بعد ما خرجوا من السلطة تحكموا امام الجنائية الدولية لكن هما في السلطة محدش قدر يقبض عليه ولكن المحكمة الجنائية الدولية عندها حلول اخرى تقدر تقول مثلا انها ممكن تصدر احكام غيابية مش لازم تقبض على بوتين ممكن تعقد جلسات استماع وتحقق في القضية وتصدر حكم وده حصل مرة واحدة في تاريخ المحكمة لما وجه التهم الى جوزيف كوني زعيم جيش الرب للمقاومة اللي شنت مره الدامي في اوغاندا وصدر ضده حكم غياب ولسه الحد دلوقتي حر طليق ولم يتم القبض عليه لكن النتيجة الان هي انه قرار المحكمة الجنائية بالتأكيد سيؤثر على بوتين وسيجعله اكثر ضعفا في المستقبل لانه ممكن جدا يتم اعتقال بوتين في حال صعود قيادة سياسية جديدة في روسيا في اي وقت وطبعا ردود الفعل على قرار الجنائية الدولية معروفة مسبقا ومتوقعة ترحيب من الرئيس الامريكي والمستشار الالماني والرئيس الاوكراني في مقابل تسفيه وتقليل حجية وقانونية لهذا القرار من الجانب الروسي لدرجة انه ديمتري ميدفدييف نائب رئيس مجلس الامن الروسي قال انه الورقة التي اصدرتها المحكمة يعني لا يصلح ان تستخدم الا في المرحاض يعني ورقة والد لكن بعيدا عن ردود الافعال المعروفة سلفا والمتوقعة احنا قلنا في الاول ان القرار ده بيعتبر تطور مهم بالنسبة للحرب الروسية الاوكرانية وللأسف ممكن يبقى تطور للأسوأ ليه لانه بالتأكيد مذكرة الاعتقال ستعقد اي جهود للتوصل الى مخرج سياسي وستعيق توسط اي دولة لاستضافة المفاوضات بوتين ازاي هيروح للمفاوضات اذا كان هيواجه خطر الاعتقال والمحاكمة في تلك الدولة التي ستستضيف المفاوضات وعايز اقولك على حاجة انه اذا كان القرار ده هدفه زيارة عزلة بوتين والتضييق عليه والتصعيد ضده علشان يحصل الغرب على تنازلات من روسيا فانا بقولك ان ده مش هيحصل اللي هيحصل هو العكس تماما لان القوى الغربية تعرف جيدا طبيعة القيادة الروسية الحالية فاذا كانت خطوة التوقيف القضائية مجرد خطوة للمساومة فعلى هذه القيادات الغربية ان تقلل من تفاؤلها وبلاش تجرب في المتجرب لانه وضع فلاديمير بوتين وقدرته على التأثير في المناخ الامن العالمي لا يمكن قياسه بغيره من الرؤساء اللي هدده او لوحقه او عقبه قضائيا دراجل حالة تانية هو مش زي الرئيس الليب الرحل معمر القذافي ولا الرئيس السودان السابق عمر حسن البشير ولا الرئيس التشار السابق حسين حبري والرئيس الصرب السابق مليسوفيتش بوتين حالة مختلفة وروسيا نفسها حالة مختلفة الخلاصة اي شيء يزيد من عزلة بوتين هو في نفس الوقت شيء يزيد اسرارا وتركيزا وتصميما على مواصلة هذا الصراع لما تشوف صور نفوق ملايين الاسماك في نهر في استراليا لازم تقلق حتى لو انت مواطن عربي او افريقي او امريكي وبعيد وغرافيا عن استراليا هذا الموضوع لا يخص استراليا لوحدها ده يخص البشرية كلها لان المخاطر البيئية ليست فيها حواجز المخاطر دي هتوصلك وبتوصلك وهتأثر عليك وبتأثر عليك بشكل او باخر طيب نفهم اولا ايه اللي حصل في استراليا ونستوضح الامر الناس هناك صحي الصبح لقوا طوفان من ملايين الاسماك النافقة بتغطي بالكامل سطح المياه في نهر دارلينج حاجة كده تشبه افلام الخيال العلمي بتاعت نهاية الكوكب الحكومة هناك بتقول انه عدد اسماك الرينجا والكارب في النهر ارتفع بشكل كبير بعد الفيضانات الاخيرة ولكن لما المياه عادت وانحصرت مرة ثانية كمية الاكسوجين اللي محتاجها هذا العدد الكبير من الاسماك تراجعت وبرضو مع وجود نمو مفاجئ في الطحالب بتستنزف الاكسوجين المذاب بالمياه دي معادلة نتيجتها الطبيعية هي اللي شوفناه في نهر دارلينج وللعلم الظاهرة دي مش اول مرة تحصل دي تالت مرة تحصل في استراليا منذ عام 2018 مشكلة دي كمان مش بعيدة عننا يعني مش بعيدة وهي في استراليا وكمان حصلت عندنا حصلت كذا مرة في البحار والمسطحات المائية العربية في سواحل الخليج العربي وخليج عمان وخليج المنستير على البحر المتوسط في تونس وساحل ابيان وشقرة في اليمن وسد وادي العرب في الاردن ده موضوع ازاي ما قلنا ليه علاقة بتغير خصائص المياه وبالبيئة وبالكوكب كله طالما حضرتك عايش معانا على هذا الكوكب فالكلام ده يخصك اولا نفوق الاسماك نفوق الاسماك موضوع بيهدد الثروة السماكية بشكل عام اللي بتعتبر واحد من اهم مصادر الغذاء وعنصر مهم ومؤثر جدا في تحقيق مفهوم الامن الغذاء للبشر ده غير انه كمان مصدر مش بسيط للدخل القومي وداعم للاقتصاد المحلي والوطني في عدد كبير من الدول عايز افكر حضرتك انه لما حصل لما حصلت موجة نفوق جماعي في السواحل الشمالية في سلطنة عمان ده نتج عنه خسائر كبيرة جدا في الثروة السماكية في السلطنة اللي بتعتمد بشكل اساسي على صيد وتصدير الاسماك البحرية الكويت كمان كان فيها اشهر حالات نفوق الاسماك في البحر العربية كانت في مياه جون الكويت سنة الفين وقتها حصل نفوق لتلات تلاف طن من الاسماك خاصة من نوع المالوت اللي هو البوري يعني بنتكلم في حوالي سبعين مليون سمكة وبالتالي الظاهرة دي بتكون لها تداعيات على البيئة البحرية وبتكون لها تداعيات ايضا على الامن الغذائي وعلى الاقتصاد والدخل القومي مش بس كده ده كمان الضرر ممكن يمتد لقطاعات اخرى بغير الصحة العامة والاقتصاد والبيئة زي مثلا قطاع السياحة اللي ممكن يتأثر او يتوقف تماما نتيجة لتراكم الاسماك النافقة على الشواطئ واصابة السياح احيانا ببعض الامراض وقتها مش هيبقى فيه حاجة اسمها سياحة شاطئية ده غير تعطل بعض الصناعات ومحطات توليد الكهرباء وتحليات المياه وتنقية المياه الشرب لان التحالب المزدهرة او الاسماك النافقة او الاثنين مع بعض بيسدوا مآخذ المياه الخاصة بهذه المحطات فتتوقف عن العمل في الموضوع خطير للدرجة اللي خلت الامم المتحدة تحذر ان التغير المناخي وتلوث المياه يمكن ان يؤدي الى انهيار المخزونات التجارية للاسماك في مختلف انحاء العالم خلال عقود قليل رئيس برنامج الامم المتحدة للبيئة اخيم شتاينر قال انه اللي بيحصل ده هو اول مصمار في نعش الثروة السماكية في العالم كلام ده خطير جدا ده موضوع مش سهل لانه فيه اتنين وستة من عشر مليار شخص بمختلف انحاء العالم بيعتمدوا على البروتين من الاسماك ده غير انه لو استمرت التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بهذا المعدل ستتلف اكثر من خمسين في المية من الشعب المرجانية حول العالم وده انصر مهم واساسي في السياحة الشاطئية علشان كده لازم تكون قضية المناخ والحفاظ على المسطحات المائية والحفاظ على البيئة هي القضية الاهم اللي تشغل بالنا طيب انا كمواطن كانسان نعمل ايه مع بعض كده علشان نقدر نقلل من امكانية حدوث هذه الظاهرة قبل ما اقولك نعمل ايه لازم نعرف هي ايه اسبابها بالتحديد يعني هل احنا كبشر ليه نيد فيها اساسا طبعا فيه اسباب طبعية زي تغير خصائص المياه والتفاعلات البحرية سواء كانت بيولوجية او كيميائية او فيزيائية وفيه بزيادة معدل نمو والتحالب بشكل مفاجئ لان ده كله في النهاية بيؤدي الى استنفاذ او نقص الاكسجين المذب المياه وبالتالي هلاك الاسماك والكائنات البحرية الاخرى بشكل جماعي نتيجة لاختناقها وعدم قدرتها على التنفس دي الاسباب الطبعية اما الاسباب البشرية فهي كثيرة وخد عندك صرف المخلفات البشرية والمخلفات الزراعية والصناعية وغيرها من الملوثات مباشرة في المياه الساحلية او في البحيرات والانهار دون معالجة وده بيؤدي الى تراكم السموم والمغذيات الصناعية في المياه بشكل زائد خد عندك التلوث الكيميائي او البترولي اللي بينتج نتيجة عن التصرب النفطي او السولار او المواد الكيميائية عند تصادم السفن او غرق الكارثة الاكبر هي دفن المخلفات الاشعاعية في قاع البحر او نتيجة استخدام وسائل غير مناسبة او غير مشروعة اثناء الصيد زي التفجيرات بالديناميت او استخدام مادة السينايد وهي من الامور للأسف الشائعة في مناطق الشعاب المرجانية يبقى دلوقتي ايه المطلوب علشان نقالل من الاثار البيئية والاقتصادية والصحية النتيجة عن نفوق الاسماك اول حاجة تكون فيه اجراءات وقائية خاصة بالاسباب الطبعية يعني مثلا يكون فيه مسح دوري للمتغيرات والتفاعلات البيئية البحرية في المياه الاقليمية يكون فيه تطبيق لتقنية الاستشعار عن بعد والرصد المبكر لاي نمو مفاجئ للتحالب ودي حاجة ممكن تشاهد من الأقمار الصناعية وتترصد بدق والأهم هو انه تكون فيه رقابة قوية وتطبيق للقوانين البيئية بحزم لوقف التعديات البيئية والممارسات الخاطئة ومنع اي ممارسات تؤدي لتلوث المياه ده غير طبعا زيادة الوعي البيئي بمخاطر التلوث وآثار السلبية الضرب البيئة المائية وجودة المياه والمخزون السمكي في منطقتنا العربية وفي الدول اللي شبهنا الناس بتبقى ممتنة جدا لما بيتم تمديد فترة العمل لها سنة أو اتنين بعد سن المعاش اللي هو ستين سنة ولكن في فرنسا لما الحكومة قررت انها تزود سن المعاش الناس تظهرت وغضبت واحتجت واضربت عن العمل واشتبكت مع الشرطة وخربوا الدنيا حاجة غريبة جدا غريبة علينا هي الناس دي بتتظهر ليه هو مش لما تزيد سنوات الخدمة دي حاجة كويسة بالنسبة ليك آه لكن بالنسبة للأوروبيين والفرنسويين بالذات سن التقاعد عندهم حاجة مقدسة هو ده الوقت اللي بيتقاعد فيه أجر كامل مع مجموعة من المميزات الضربية دون أن يعمل دي حاجات بتسمح ليه أنه يستمتع بمتوسط العشر سنين اللي يقدر أنه يعيش فيهم بعد تقاعده بصحة كويسة ولأن صندوق نظام التقاعد بيتم تمويله من مجموع القوى العاملة في البلد وبالتالي لما بيتفع سن التقاعد في فرنسا من 62 إلى 64 معنى كده أنه هيشتغل سنتين زيادة وهتخصم من راتبه النسبة المقررة لتمويل صندوق التقاعد وهتخصم كمان سنتين من العشر سنين اللي كان بيستعد أنه يعيشهم بجودة حياة معينة طيب وليه الرئيس الفرنسي مكرون متمسك بهذا القانون لدرجة أن حكومته كانت قريبة جدا من إسقطها في البرلمان أو بمعنى أدق حجب الثقة عنها يوم لتنين اللي فات الجمعية الوطنية أو مجلس النواب الفرنسي صوت على مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة نتيجة لتمريرها للقانون اعتمادا على البند 49 فقرة 3 من الدستور اللي بيسمح بإقرار نص بدون طرحه للتصويت في البرلمان مذكرة سحب الثقة فشلت بفارق 9 أصوات فقط يعني المذكرة حصلت على 278 صوت وكان حجب الثقة يحتاج إلى 287 صوت يعني 9 أصوات بس وكانت الحكومة الفرنسية سقطت نتيجة لإصرارها على قانون مد سن التقاعد ورغم كده لسه الأجواء في الشارع الفرنسي شديدة التوتر بتفكرنا بما حدث من مظاهرات سترات الصفراء في من كم سنة فاته وصلت حالة الغضب لإضراب عام أحدث شللا في كل مرافق ومؤسسات الدولة حتى عمال النظافة هما كمان أضربوا عن العمل وكانت النتيجة أكثر من خمسة آلاف طن من القمامة مرميين في شوارع باريس ده غير مشاهد الحرائق والصدمات العنيفة بين المحتجين وقوات التدخل اللي أصفرت عن اعتقال أكثر من ثلاثمائة شخص وكل يوم بيمر جبهة الرفض لهذا القانون بتزيد سواء من النقابات أو من الأحزاب اليسارية أو من القوى الاجتماعية والسياسية برضو ما عرفناش ليه الرئيس الفرنسي متمسك بهذا القانون لأنه فرنسا عندها أزمة ديموجرافية أزمة سكانية نتج عنها أزمة أكبر في تمويل صندوق التقاعد وده بطبيعة الحال بيزود عجز الموازنة وبيفاقم الأزمة الاقتصادية اللي موجودة حاليا معلش أقول شوية أرقام ونسب مهمة علشان نعرف حجم المشكلة الديموجرافية اللي بتعاني منها فرنسا دلوقتي وأنا بكلم حضرتك في 26% من الشعب الفرنسي عمرهم فوق 60 سنة 22% تحت العشرين سنة دول خارج سوق العمل وفي سنة 2050 هيبقى 33% من الشعب الفرنسي فوق الستين سنة و19% تحت العشرين سنة وبالتالي الموازنة العامة وصندوق التقاعد كل سنة بتزيد عليهم تكاليف نظام المعاش والتقاعد لعدد أكبر بيخرج من سوق العمل في مقابل عدد أقل بيدخل سوق العمل يعني كل سنة الدخل بتاع الصندوق بيقل مع عجزة في العمالة اللي بتنتج وبتدفع ضرائب وبتمول الميزانية وهنا أصبحت تكاليف التقاعد أكبر من قدرة الدولة على التحمل تعرف التكاليف دي كام؟ أكتر من 14% من الناتج المحلي في فرنسا بيروح لصندوق التقاعد ودي النسبة الأعلى في أوروبا وبالتالي فرنسا لن تستطيع الاستمرار في هذا النظام واقتصادها ما بقاش قادر يتحمل مصروفات زيادة في نظام التقاعد هقولك مثال تاني يوضح المشكلة أكتر مثال ده ذكرته رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن وهي بتعرض القانون على البرلمان لما قالت أنه سنة 1974 كان كل أربع عمال بيسهموا عمليا في تكلفة النظام المعيشي والصحي لكل متقاعد واحد ابتداء من 2005 كان فيه كل اتنين عمال بيسهموا في نظام معيشي لمتقاعد واحد النهاردة واحد وسبع من عشر عامل بيسهموا في تكاليف نظام متقاعد شخص واحد وبالتالي ده عمليا مش هيؤدي إلى زيارة الإنفاق بس ده هيؤدي إلى كارثة علشان كده البعض شايف أنه إصلاح نظام التقاعد ده كان لازم يحصل من زمان والحقيقة أنه أول رئيس طرحه كان الرئيس ساركوزي سنة 2012 بس وقتها المشروع لم يكتمل الناس اللي بتنظر للأمور بشكل موضوعي بتقول أنه النهاردة ممكن ما تكونش اللحظة المناسبة لإقرار هذا القانون عشان فيه غالة وفيه أزمة مالية وفيه تضخم وحرب وأوروبا مقلوبة ولكن هذا الإصلاح لو لم يحدث اليوم تكلفته هتبقى أكبر بكتير في المستقبل وعلشان نرجع تاني للطرح اللي قلناه في الأول هل مادة سنة تقاعد أمر جيد أم لا ده موضوع بيختلف من دولة إلى أخرى وبيعتمد على التركيبة السكانية للأعمار داخل كل دولة يعني الدولة اللي بتتميز بقلة المواليد وبتكون فيها فئة الأعمال لكبار السن ممتدة الدول دي ما عندهاش حل غير تنديد سن التقاعد علشان توفر مصاريف نظام الضمان الاجتماعي وفي الوقت ذاته تعزز الإنتاجية باستمرار هؤلاء الأشخاص لسنة أو اتنين أو أكتر في العمل لو الوضع بالعكس زي مثلا في الدولة المصرية وعدد كبير من الدول العربية يعني الدولة عندها مواليد أكتر من فئة الشباب يبقى هنا تأجيل سن التقاعد يؤثر على توفر فرص العمل وبيزيد من البطالة وبالتالي من الأفضل أنه يتم وضع نظام للتقاعد المبكر بحيث يتيح المجال للشباب للدخول في سوق العمل بسرعة وفي دول بتمسك العصاية من النص بتمدد سن التقاعد لهدف واحد وهو إعطاء فرصة لنقل الخبرة من الجيل الأقدم إلى الجيل الجديد زي ما بيحصل في اليابان مثلا الشخص اللي بيوصل لسن التقاعد بنتقل إلى مؤسسة تدريبية وينحصر عمله في تأهيل وتدريب الشباب اللي هيستلموا الوظيفة من بعده وغالبا الفترة دي لا تتجاوز سنتين زمان كان صعب تسمع عن شخص حصل على حكم بالسجن لأنه تعدى على حيوان أليف يمكن علشان زمان ما كناش بنسمع عن جرائم تعذيب وقتل وتسميم الكلاب والقطط وغيرهم من الحيوانات الأليفة يمكن علشان زمان برضو ما كانش فيه سوشيال ميديا ما كانش فيه تيك توك يسمح لبعض الموتورين والمرضى أن هم يعذبوا قطة مثلا ويصوروا ده فيديو علشان يحصروا على نسب أعلى من المشاهدة في مصر حصلت حدستين واربعات وفي الحدستين كان فيه قرارات قضائية وأحكام صارمة وسريعة وحاسمة ضد أشخاص ارتكبوا أعمال عنف ضد الحيوانات وتحديدا قطة طيب قصة القطة الأولينية كان فيه عامل بمطعم شهير في منطقة وسط القاهرة حاول أنه يتخلص منها لما دخلت صارة المطعم مسكها ورماها في الشارع بقسوة ويبدو أنها كانت جعانة وبتحاول تبحث عن طعام ويبدو أنه متحجر القلب القطة قررت الأمر مرتين وفي المرة التالتة العامل مسكها ورماها متعمدا أسفل عجلات سيارة نقل كانت ماشية في الشارع وماتت القطة في الحال الوقاعة دي حصلت أمام سيدة كانت في المطعم واعترضت بشدة على تصرف العامل برافو عليها السيدة دي نشرت على حسابها على فيسبوك تفاصيل الوقع كما رأتها وحصل تفاعل كبير جدا على المنشور بتاعها وغضب من الناس اللي طلبوا من مقاطعة هذا المطعم علشان كده إدارة المطعم اضطرت أنها تصدر بيان تبرأت فيه من تصرف العامل وقالت أنه هو جديد في الشغل وما يعرفش سياسته وأنها هتتخذ الإجراءات اللازمة ضده ولكن ده لم يكن كافيا السيدة الفاضلة تقدمت ببلاغ رسمي للسلطات ضد المطعم وضد العامل وبدورها السلطات المصرية ألقت القبض على مرتكب الواقع وفي خلال 13 يوم فقط صدر حكم من محكمة جنح عبدين بحبسه 6 أشهر القصة التانية لشاب من منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة ظهر في مقطع فيديو على تيك توك بيعزب قطته وتاني يوم نشر الفيديو ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض عليها وتم تقحالته للنيابة العامة الواقعتين دول بيشيروا إلى مجموعة من الحقائق أولا أن القانون المصري لا يتهاون في حماية حقوق الحيوان لأن بعض الناس ممكن يتخيلوا أن القانون بيحمل بشر فقط وأنه بيجرم العنف ضد الأشخاص دون الحيوانات ده مش حقيقي القانون المصري بينص من زمان على عقوبات قاسية لمن يتعدى أو يقتل الحيوانات المستقنسة حتى تضل منها وغير المملوكة لأحد كمان فكرة ممارسة العنف ضد الحيوان سواء بالقتل أو التعذيب أو جعله فريسة لحيوان آخر دي ميول عدوانية وسلوك مرضي تجاه المجتمع وتجاه البيئة المحيطة مش بس تجاه حيوان يعني لا يملك حق الدفاع عن نفسه علشان كده الدولة المصرية لديها تلت قوانين مش قانون واحد لتجريم الاعتداء أو التعذيب أو القتل للحيوانات النصوص دي موجودة في قانون العقوبات اللي اتحاكم وفقا ليه الشاب اللي رمى القطة تحت عجلات سيارة النقل وفي قانون البيئة اللي بيجرم صيد أو قتل الطيور والحيوانات البرية وفي قانون الزراعة اللي أيضا بيحضر صيد أو قتل الطيور النافعة للزراعة والحيوانات النافعة للزراعة والقانون المصري حاسم في هذه المسألة لأنه فيه ناس بتبقى عندها حالة من الفراغ أو عندها حالة من السادية مش فاهم حاجة بتخليهم يسلوا وقتهم بتعذيب الحيوانات الأليفة أو الانتقام منها بقتلها يعني باستعمال طرق وحشية أقل ما يوصف بالأمر وبالتالي يجب محاسبة هؤلاء ويجب اعتبارهم مجرمين يمارسون القوة على مخلوقات ضعيفة لا تستطيع الشكوى ولا تقدر على الدفاع عن نفسها بأي شكل وغير أنه تعذيب وقتل الحيوانات جرائم لا يمكن التهاون معها لأنها كمان عبث بعملية التوازن البيئي بعض عمليات القتل بتتم بشكل منهجي خاصة أنه هذه الكائنات وجودها مؤثر في حياتنا وفي حياة المصريين بشكل خاص وده بيبان من عدد الآلهة التي جاءت على شكل حيوانات عند المصر القديم القطط تحديدا كانت حيوان مقدسة وتمتع بحماية كبيرة جدا في دراسات بتؤكد أن كل قطط العالم المستأنسة أصلها مصري لأن القطط كانت بتعيش منذ آلاف السنين على ضفاف النيل وكانت مفترسة تصطاد القوارض الفئران والثعابين وهنا اكتشف المصر أهميتها لأنها بتقضي على الفئران اللي بتدخل صوامع الغلال وبتاكن منها فربها في البيت وأصبحت القطط من وقتها حيوان أليف وامتدت إلى العالم كله أهمية القطط عند المصر القديم وصلت لأنه في معبودة اسمها باستيت عبدت على شكل القطة الوديعة واعتبرت معبودة الحنان والوداعة لما كانت القطة بتموت كانوا أصحابها لو مقتدرين بيحنطوها زي ما بيحنطوا البني أدمين وساعتها كمان كانوا بيحنطوا معها فئران علشان تستكمل حياتها في العالم الآخر ومن كام سنة لقوا مقبرة أثرية فيها آلاف القطط المحنطة بعيدا عن فكرة التوازن البيئي خلونا نتكلم عن فكرة التوازن العقلي والإنساني الرفق بالحيوان ده من الفطرة السليمة للبشرية اللي بتحتم علينا كبني أدمين أننا نرحم الكائنات الأخرى اللي بتعيش معنا في نفس الأرض في نفس الكوكب كل الديانات السماوية تحت مسمى الرحمة تحث الإنسان على التعامل برفق ولي مع الحيوانات وكلونا نعلم قصة المرأة التي دخلت النار في هرة لأنها حبستها ولم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض ونعلم أيضا قصة الرجل الذي سقى كلبا فشكر الله له ودخل الجنة وخليك دايما فاكر أنه الحيوان لا يملك حق الشكوة وده الوحده سبب كافي للتعامل بإنسانية ورحمة معه تعاملك مع الحيوان مؤشر على مدى إنسانيتك تذكر ذلك ابتهت هذه الحلقة وإلى لقاء في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم بالمنطق يأتيكم على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر